خلينا مع بعض نتكلم واحدة واحدة. بداية فيه فلوس جاي لك من حيث لا تعلم. يعني فلوس جاي لك وانت مش متوقع قدمها. جاي لك ان شاء الله يعني خير كتير ان شاء الله جاي لك يا برج الدالو. دايما انت بتدي ودايما انت بتعطي ودايما زي ما بيقولوا كده اللي في جيبه ومش ليه. ولكن فيه اختلاف المراضي. ان الفلوس هتجي لك انت مش انت اللي هتخرجها. ايه كمان مستنيك يا برج الدالو. ان شاء الله في عندك فرح كبير في العيلة. قد يكون انجاب طفل لك او لحد من اخواتك او لحد موجود عندكو في العيلة. تمام? او خبر زي سماع خبر خطبة او خبر زيجة او خبر حمل لحد برضو من قريبك. هتفرح جدا لانك انت طول عمرك بتحب الخير لغيرك يا برج الدالو. طيب بالنسبة بقى الحياتك انت الخاصة. فان شاء الله ان شاء الله عايزين نقول ان كان في شوية لغبطة في علاقتك العاطفية. بالذات للي عندهم علاقة ثلاثية. كان في شوية لغبطة عاطفية في الايام اللي فاتت. كان فيه مشدات. كان فيه آآ آآ. كان فيه توتر. كان فيه خصام. كان فيه بعد. كان فيه كل حاجة مش لطيفة. كانت موجودة في العلاقة ديت. احب اقول لكم ان ان شاء الله ان شاء الله يا رب. فيه تحسن كبير في العلاقات العاطفية في بتاعتك يا برج الدالو. بالذات للي معاك فيه علاقات ثلاثية هيجي لك هيبقى ليك لوحدك هتصطلحهم هترجعوا البعض المية هترجع لمجريها هتشوف حاجات كتيرة كويسة يا برج الدالو. شوية اندفاع منك وشوية سعي جامد جدا على الرزق لانك هتبقى نشيط وفيه طاقة حيوية عندك فانت هتجتهد وهتجري وهتعافر في الدنيا وهتعمل حاجات كتير قوي هيكون لها عقد نفسي ومادي عليك يا برج الدالو. طيب بالنسبة ليه الحبيب اللي الوقت معاك بس انت حسس ان هو ملقلق كده وحس ان هو بيفكر دا يمشي ولا بيعمل ايه. انا احب اقول لك ان فيه حد مسيطر على مشاعر حبيبك اللي بيحاول دايما ان هو يتلكك لك وبيحاول دايما ان هو يعمل نفسه زعلان ففي الحالة ديت هو فيه فعلا حد في حياته بيحاول ان هو يغلوش عليك عشان انت متشوفش العلاقة دي فبيعمل نفسه زعلان مقموص غضان شوية شوية بيروح وييجي فخلي بالك وخليك منتبه ووصحة وحط عندك فوسط راسك يا برج الدالو ان شاء الله ان شاء الله يا رب فيه صلح وفيه خير كتير للي من فعيلة واحدة ومتخنئين او متخصمين او فيه بعض هيحصل ان شاء الله لقى وصلها فيه تأسيس مشروع جديد ليك يا برج الدالو مشروع عملي مش مشروع عاطفي مشروع شغل هتعمله هيكون ناجح جدا وفيه اخبار كويسة جدا عن الشغل دوت وفيه اشخاص كتير بيحاولوا ان هم يقنعوك بالشغل ده وانت مش مقتنع او خايف مع انك مقدام وبتجازف وممكن ترمي نفسك في وسط المية او في وسط البحر وانت حتى ما بتعرفش تعوم وبتسيبها على الله بس في الوقت دوت انت الان لان ان الوقت صعب الايام صعبة خايف ان انت تاخد اي خطوة تخسر خايف ان انت تاخد اي مجازفة تخسر فيبقى لها وقع مش لطيف على اللي حواليك او تقزم لهم الامور فانت دايما بتخاف على اللي حواليك طيب في بعض من برج الدالو بعض من برج الدالو بيفكروا بالفعل ان هم يسيبوا احبابهم وعايزين يمشوا وعايزين يرحلوا وعايزين يبعدوا لبعيد وتعبوا من كتر المناكفة ومن كتر المناهدة ومن كتر التعب في العلاقة عايزين يسيبوا البرج يعني يسيبهم اصحاب الابراج التانية اللي هم عندهم الجزئية دي لبرج الدالو مش على برج الدالو يعني في بعض الاشخاص من برج الدالو عشان اللي بيشوفونا من الابراج التانية بيفكروا فعلا ان هم يبعدهم وبيفكروا ان هم يسيبوا حبيبهم لانهم زهئوا وتعبهم فحاولوا ان انتوا تكونوا رفقاء وطيبين مع برج الدالو حاولوا ان انتوا ما تصيروش اعصابه لانه لو بعد ما بيبصش وراه لو هجر ما بيبصش وراه اللي في حالات معينة لما بيكونوا يحب معادي معاه مدى بعيد او مدى طويل خلاص الايام دي ايام خير ورزق وفرح لبرج الدالو ياريت كلنا نستغل لها ونستغل لبرج الدالو وكمان نكون معاه علاقة طيبة لانه هو شخص طيب في اغلب الاحيان ولكن قلبته وحشة قلبتك وحشة يا برج الدالو لانك عانيت كتير وتقلمت كتير وتعبت كتير وكان فيه اوقات كتيرة كانت الدنيا كلها بتبقى فوقك والدنيا كلها جاية عليك وخلاص ما عادش فيك احتمال لضغوط اكتر من كده انا شايفة برضو ان فيه فلوس جاية لك من بره فلوس من الخارج وان شاء الله هتكون ليها مرضوط كويس قوي عندك فيه نجاح او اخبار عن نجاح الاولاد او اصحاب العلاقات اللي هم داخلين في العلاقة معكم هيبقى فيه نجاحات وهتسمعوا عن نجاحهم وهتفرحوا لهم كمان فيه نجاح ليكم كمان فيه نجاح للابناء بالنسبة للمتزوجين وعندهم اطفال او اولاد في المدارس وفي المراحل التعليمية المختلفة ففيه اخبار عن النجاح وان شاء الله اخباركو كلها طيبة وقرائدكو كلها طيبة خلينا نكمل ونشوف ايه تاني يا برج الدالو ايه كمان يا برج الدالو خلينا نقول فيه بالنسبة للعزاب والمتاخرين الزواج فيه ظهور لحبيب العمر او حبيب الروح او تواصل مع شخص هتحبوه جدا وهو هيحبوه جدا وهتكتمل العلاقة بزواج ولكن على المدى الطويل لان فيه هتعودوا كتير عشان تطبعوه على بعض هتعودوا كتير لانهم تقريبا من نفس البرج بتاعكم فهتعودوا كتير عشان تزبطوا امركم مع بعض وترتاحوا لبعض بس هو حبيب الروح كمان يعني ارجو منكم الصبر والهدوء لان الحالة المادية بتاعت الحبيب هتكون ضعيفة شوية فانت هتكونوا محتاجين ان انتوا تصبروا معاه او تساعدوه او تعاونوه فيعني ما يجراش حاجة زي ما بيقولهم ربنا هو المعين وربنا بيخليكم ان انتم تقدروا تساعدوا الناس كلها فعلى الاقل هتساعدوا المحبوبينكم ان شاء الله والعلاقة هتكونك حاوي سعيدة ان شاء الله خلي بالك يا برك الدلو من الحسد ومن السحر ومن الاشخاص اللي بيحاولوا يكيدوا بيك الشر دايما في ناس ودايما في حيات وعقارب عايزين يلدغوك ويتعبوك فخلي بالك وخليك منتبه ما تديش جهرك لحد ما تأمنش لحد كفاية مش هيحميك الا اللي منك فيك او اللي من دمك مهما يكون درجة قربك بالناس التانيين او الناس اللي انت بتعرفهم فعمر ما حد هيحبك ولا يعني يعزك او يرجعلك مهما حصل غير اهلك وزي ما بيقولوا اهلك لا تهلك فطبعا ان شاء الله في صرح كبير وفي مرضية بينك وبين اهلك يا برج الدلو خلي بالك ايامك اللي جاية كلها سعادة ان شاء الله خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين ايه الدنيا الدنيا للمنفصلين واللي حبيبهم عاملين لهم بلوك وقفلين الخطوط خالص وما فيش ابدا اتصال ولا سلكي ولا لاسلكي ولا اي نوع ان شاء الله هيكون في فتح للخطوط وفتح للاتصالات ومعرفة لاخبارهم وهم كمان هيبعثوا معايدات هيبعثوا تهاني هيبعثوا اي حاجة وهدبان ان هي مبعوطة عن طريق الخطأ فهي مش خطأ الحبيب بيتابعك وبيتلصف عليك ومرأبك وملحظك اوي اوي اكتر ما انت متخيل بيحب يعني يتتبعك جدا جدا وانت في غفلة او انت بتحاول ان انت تلاقيه بس مش هتلاقيه لان هو فظيع في فكرة ان هو يقدر يوصل لاخبارك من حيث لا تعلم ان شاء الله فيه مصلاح للاحوال وفيه طاقات كتير حواليك بتحبك منها برج الاسد وبرج الطور وبرج العزرة ابروك كتيرة هتظهر حواليك وهيكون الاشخاص اللي فيها بيحبوك وبيحبولك الخير دايرة الحظ معاك وبتخدمك وايامك اللي جاي كلها سعادة وهنا يا برج الدالو خلينا نشوف ترائدنا البرج الدالو العاطفية بتقول ايه بتقول صبرت كتير يا برج الدالو واستنيت كتير وان شاء الله خلاص ان شاء الله الايام اللي جاية فيها دعم كويس جدا هتلاقي اشخاص كتير بيدعموك وبيسندوك وبوقفو جنبك هتشوف كتير خير من الناحية العاطفية كمان محتاج ان انت تفتح عقلك وتوسع مدركك قوي وتبص في المحيط الواسع اللي حواليك على الناس اللي بتحبك وبتقدرك وتقرب منهم مش كل القريب منك بيحبك ومش كل القريب منك بتمنى لك الخير لا بالعكس فيه ناس قريبين منك وبتمنوا لك الغلط وبتمنوا لك السقوط وزوال الحب والعاطفة من حياتك فخليك منتبه لنفسك قوي بالنسبة بقى لقراءة الملايكة بتقول لنا ايه انتشار لصيته قوي ونجاح لي ليت جو يعني ابدأ المسيرة وابدأ الحركة وابدأ الايام اللي جاية كلها خير فابدأ الحركة فيها ما تنامش وما تتساقش وما تملش وما تكتئبش لا اتنشط يا برج الدرس اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة